طبعاً هذا يعني لا يغني تماماً اوعى حد يفتكر ان احنا بنستغنى بدول عن الكشف ده السماعة دي يا خنا والله اقوى من اي حاجة والله اقوى من اي حاجة احط السماعة لقلبك اقدر اعرف اللي حيقولهولي الاخو اقدر اعرف عشان يعني عيبة كبيرة ان احنا نقعد نطلب ابحاث كثيرة العيان تطلع كلها سلبي عيبة نروح اعمل اشعار مقطعية الصدر دفع له فيها الفين جنيه واعمل منجات صوتية دفع له فيها سبعمائة جنيه واعمل تعليل دم دفع له فيها تلتمائة جنيه واعمل روزائف كيلة تلاقي عين دفع ايه ستة الف جنيه وجيب له كرة دي كده طبيعي 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 رجل يتنقط رجل يتنقط كل ده طبيعي فاحنا كان ليه كلمة زمان بقولها في المدرج ولازلت بقولها للولاد اللي لسه بيتخرجوا يتناسب قدر الابحاث اللي بتطلبها تناسبا عكسيا مع قدرتك العلمية كل ما كترت في اللي بتطلبه كل ما قدرتك العلمية قلت كل ما قللت في اللي بتطلبه كل ما قدرتك العلمية زادت تودا بوينت روح اعمل لي عينة من البانكرياس ويطلع ورف في البانكرياس قدرتك العلمية قوية قوية تطلب حاجات قليلة ضعيفة هتطلب حاجات كتيرة جدا 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 فده بالنسبة للسيد ريحاني روح اكشف كويس يا سيد هنعمل رأس مقل مجهود زكات ما تعملش هنعمل موجهات صوتية على القلب زكات ما تعملتش هنعمل اشعة مقطعية على الصدر زكات ما تعملش النهجان قصة ودقات قلبك قصة تانية طب دقات قلبك عامل ايه اعمل هولتر هولتر اللي هو حيطلع ليه التصارع ده هل هو ازيني ولا بطيني هل هو حميد ولا خبيس حيقول لي كل حاجة اما يقول لي كل حاجة الدكتور حيقول لك اعمل كذا 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 الاجابة سمعا وطاعة